اشتركوا في القناة رئيس لجنة الاشراف على العملية الانتخابية في الخارج على المهام والواجبات التي تقوم بها غرفة العمليات لضمان انسيابية الانتخابات واجراء جولة الاعادة بكل يسر وسهولة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها منتسب الوزارة في غرفة العمليات ومتابعتهم الحثيثة لسير العملية الانتخابية في البعثات الدبلوماسية في الخارج منوها بدورهم البناء في دعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين كما أثنى سعادته على الجهود التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية في الخارج بقيادة أصحاب المعالي والسعادة السفراء وجهود الدبلوماسيين والإداريين وما اتخذتهم من إجراءات للتيسير على مواطني مملكة البحرين المقيمين في الخارج للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في أجواء تكفل النزاهة والشفافية منوها بالنجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وبنسبة تصويت بلغت 73% الأمر الذي يدل على الوعي الكبير الذي يتحلى به المواطنون وحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية ودعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والجدير بالذكر أن غرفة العمليات سوف تستمر في أداء المهام المكلفة بها حتى الانتهاء من عمليات الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع بسفارة مملكة البحرين في واشنطن والبعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر